برحب بكم بحرقة جديدة النهاردة فيديو جديد عن الأبراج وهنتكلم عن برج الحوت وهنتكلم عن أهم النصائح والتوقعات والتحذيرات لبرج الحوت لشهر من نص مارس من نهاردة يعني من يوم 18 مارس لحد يوم 18 إبريل منتصف مارس لمنتصف إبريل كلا عادة فليز ما تنسوش تابعوني على 11 ميديا على الانستجرام وفيسبوك وتقولولي يتفرج عليهم فاني انتو برج ايه قولولي يا برج الحوت ايه اكتر ايه اكتر الطقاط المسيطرة عليكو فليز ما تنسوش كمان تتابعوني على الفيسبوك عشان بنعمل على طول بنجاو فيها على اسئلة طيب برج الحوت الفترة الفاتت دي كان ممكن حساك حاسس بوحدة شوية يعني انا شايفة انت بدأت تخرج من جو الوحدة نفسيا عندك مشاكل شوية او مدية او زعلان او عندك خوارات كان عندك خوارات كثيرة قوية كان عندك يعني ما كنتش تلاقي نفسك بس انا شايفة ان حالتك بدأت تتحسن وشايفها بدأت تتحسن افضل بالعكس الشهر ده بيوعدك بنجاحاته بيوعدك بتفوق ويوعدك بامنية تتحققلك او حاجة كان نفسك فيها من زمان يا برج الحوت يعني عايزاكوا تتفاقلوا كده وتتميلوا تفاقل يعني عندك حاجة كان نفسك فيها وتحلم بها ونفسك تحققها تقدر توصلها بنجاح قوي جدا جدا عندك مناسبات حلوة او افراح او خطوبة ممكن الناس الحوت اللي مش مرتبطين يبقى عندهم فرح او خطوبة او مناسبة تتجمع فيها انت واصدقائك وحبيبك علاقاتك فيها تحسن هتبدأ تتعرف على ناس جديدة يبقى عندنا ناس جديدة داخل حياتك وهيبقى عندك منطلق كده كان انك حابب الحياة مبسوط عندك افكار جديدة بشجعك على الاستثمار عندك فرص قوية جدا جدا للاستثمار الفترة الجاية يعني ممكن تفكر تستثمر في فلوسك ممكن تفكر تشتري حاجة بحاجة ليه علاقة بعقارات يعني ايه بشجعك لان الاستثماراتك هتكون نجحة وبالعكس عندك بتحول ان انت كمان تسحب اصدقائك او ناس قريبة منك ان هم يشتغلوا معاك ويعملوا investment كويس وشايف في حياتك فيها تطور بشكل ايجابي يعني عايزاك تكونوا ايجابيين يا برج الحوت شكلك هيتغير الافضل هتشتغل على شكلك هتشتغل على ان انت تتحسن ممكن تكونوا عاملين دايت شغالين على وزنكو بس اكتر طاقة عايزاك تتخلص منها هو الشعور بالوحدة انت عندك وحدة يا برج الحوت حاس انت وحيد حاس انت يعني كأنك انت كأن حادش مهتم بيك او كأنك وحيد كأن حادش بياخد بالو منك انت محتاج رعاية وحب واهتمام ممكن تكون لو انت مرتبط الشريك الفترة دي مشغول عنك او عنده مثلا حاجات تانية اهم الفترة دي او هو عنده شغل عنده اسرة عنده نجاحات عنده مشاريع فهو مش مركز معاك قد ما مركز بشغله فشريك حياتك مش قريب منك الفترة دي لو انت مرتبط ودي حاجة مخليك متدايق او زعلان الناس المش مرتبطة او الناس المنفصلة عندكو قصة حب هتبتدي جديد او وانا عارف طبعا برج الحب من الابراج اللي بتهتم بالحب وبالمشاعر عندكو قصة حب او شخص جديد هيدخل حياتك هيشقلبها يعني تغيير جزر هيحصل بسببه الشخص ده انت ممكن تكون كنت معجب بيه الاول يعني انت اللي هتعجب بالشخص ده الاول انت اللي هتبتدي الفرست مع الشخص ده الشخص ده شخص جذب شخص شكله حلو دمه خفيف بيهزر هو هيجذبك او يا برج الحوت بس انت حاسس بمشاعر نقية ناحية شخص معين سواء انت مرتبط به او ملسه مرتبطتش به بس المشاعر دي مشاعر حقيقية طيب فشايفة الشخص ده هتبدأ تقرب منه لو انت لسه في شخص جديد داخل حياتك الشخص ده ممكن يكون برج طورة على فكرة بين عندك طورة قوي بين اسد بين عزراء بين ده فبين عندك في حب او في ترسيم علاقة انت لو كنت خاطب او لو كنت بتحب حد ممكن كمان العلاقة تدخل تبقى علاقة جدية وتتخل طيب فشايفكو شايفك ممكن تفكر في السفر وبشجعك على السفر عندك فرصة جميلة او فرصة حلوة فيها نجاحات سواء صفرة اجتماعية حاجة حاجة تبع العيلة او حاجة فسحة او صفرة تبع العمل شايفك ممكن تكون كان نفسك تشتري حاجة هتقدر تشتريها انا شايفك بدأت تتبسط الشهر اللي فات او بداية مارس كانت بنامش موفقة خلص بالنسبة لك يا برج الحوت كنت متضايق زعلان حزين مكتئب قلولي الكلام ده مظبوط ولا لا فانا شايفة من اول نص مارس الدنيا هتبدأ تصبط معك طيب شايفة عندك تغيير جزري في حياتك هيحصل في نهاية مارس حياتك هتشقل برأسا على عقب حاجة هتغار حياتك هتحصل لك بس شايفها حاجة ايجابية تغيير قوي تغيير كويس حاجات كنت بتخاف منها او حاجة كنت بتبعد عنها لأ هتبدأ ان انت تدخل فيها عندك تطور في حياتك عندك تغيير غار حياتك للأفضل ان هياخدك من حتة لحياتة تانية يعني ركز في نهاية مارس او بداية ابريل ان عندك تغييرات ايجابية قوية هتؤدي بيك الى مرحلة جديدة في حياتك مرحلة كنت نفسك فيها حاجة كنت نفسك فيها طيب خلي بالك من اشخاص بتكرهك جدا يا برج الحوت وبتدعي حبك الاشخاص دولت بيستغلوك يعني اشخاص كده يعني بيبينوا عكس اللي جواهم الاشخاص دولت ابراجهم ابراج مائية زيك يعني حوت او عقرب او سرطان الاشخاص دولت بيستغلوك بيستغلوا قربك بيستغلوا في مصلحة انت بتديها لهم فالاشخاص دولت بياخدوا منك المصلحة بعد كده يبعدوا ويرجعوا التاني بس هما اسكية جدا جدا لدرجة ان انت ممكن ما تكونش حاسس ان هما بيكرهوك ان هما مش بيحبوك لان هما بيعرفوا يتلونوا فخلي بالك من الاشخاص دولت شايفك دخل في علاقات جديدة تعرف على الناس جديدة تبقى اجتماعي اكتر في سلسلة علاقات كتيرة داخل حياتك يا برج الحوت الفترة الجاية شايفك مهتم بشكلك مهتم يعني انك انت شكلك هتبدأ يدغال الافضل مهتم اوي اوي بالدايت بتاعك ممكن تكون اعتقد ان معظم الحوت دلوقتي عاملين دايت او عاملين ريجيم عمل ممكن يكون عندك كمان تفوق عندك مركز في شغلك انت كمان طيب تعالوا بقى نتكلم عن صحتك بالعكس صحتك فيها تحسب ممكن يكون عندك فرد في العيلة بس الصحيته تعبانة وانت قلقان عليه بس انت صحتك انت بالعكس صحتك فيها تقدم فيها يعني شايف ان انت افضل واحسن بكتير جدا جدا من الفترات اللي فاتت بس عندك شخص من العيلة ممكن تكون صحته مش كويسة او عنده مشاكل في حياته فانت عندك قلق على هذا الشخص وخايف عليه قلولي من الصخص في حياتكو دا يا برج الحوط القلقاني عليه وخايفين عليه طيب فانا شايفات بدأت تفوق ودي حاجة كويسة جدا جدا بدأت تبقى تحت الاضواء عندك راحة بال عندك حرية مش مقيد ممكن تغير مكانك هي اما هتغير مكان سكنك في الفترة دي يعني ممكن تتنقل من بيت لبيت ممكن تتجوز يحصل لك حاجة او حتى تتنقل كنقلة او تتنقل من بلد لبلد بس عندك تغيير في المكان في الفترة الجاية قلولي الكلام دا مظبوط ولا لا وعندك انا شايفة ان هو شهر نجاحات شهر تفوق شهر تحقيق احلام شهر تحقيق طموحات شهر قوة شهر بيعادك بالتغيير الايجابي الجزري يعني عندكم تغييرات ايجابية جزرية قوية جدا جدا طيب تعالوا بقى نتكلم عن ايه الحاجات اللازم تاخد بالك منها يا برج الحوط الفترة الجاية طيب احذر في صرفك لاموالك يعني الصرف لاموالك خلي بلك خلي عندك نظام شويل انه ممكن يحصل لك دروب او يبقى مديون الفترة الجاية بسبب ان انت بتصرف كتير وبتصرف بغير نظام فحاول تكون اكثر نظاما في صرف اموالك بلاش تدخل اي شراقات فينانشلي او مالية مع اي حد قريبك صحبك حبيبك حد بتحبه احذر من اي شراقات يعني ولا انت تدخل في شركة مع حد ولا تفكر في اي حاجة اللي هي علاقة بحاجات common او حاجات مشتركة مالية ما بينك ما بين اي شخص سواء ان بقى شخص تعرفه او ما تعرفوش ولا تسلف فلوس ولا تستلف فلوس يعني بلاش مجاسة في اي حاجة اللي هي علاقة بالفلوس عندك استثمارات للفترة الجاية استغل لها كويس لان عندك فيها نجاحات حاجات نفسك فيها يعني دخلك هيزيد الفترة الجاية كاين هيحصل لك حاجة هتزود لك فلوسك في حاجة كويسة عندك فرص كتيرة ممكن ما تاخدش بالك منها فركز في كل الفرص اللي هيجي لك يا برج الفرص الهيدن اللي مش بينك لان ممكن الفرص ما تكونش بينك فركز كويس او يخليك واعي وصاحي ومنتبه لان فيه فرص كتيرة هتيجي تكون قدامك فلازم تكون منتبه واعي لتلك الفرص يا برج الحوت فخلي بالك من الفرص المختفية ومتخفية كده كمان يا برج الحوت ابعد عن اي حاجة دايقك ابعد عن اي حد ينرفزك يعني كبر دماغك بلاش دراما بلاش تزعل بلاش تبقى حسيس اي حد دايقك حاول ان انت تبتعد عنه حاول ان انت تتقيم النصح يعني انت طيب جدا ودائما بتحط حصن انه عند الاشخاص اللي بتعاملوا معاك فيه اشخاص مخدعين ممكن يكونوا حواليك الاشخاص دولت يعني يعني علاقتك بهم خطر وحاول تخذر برضو من العلاقات اللي انت مش متأكد منها يعني ناس تتعرف عليها عن طريق سوشل ميديا ناس ما يكونش تعرفهم كويس وتبدأ تعرفهم عن طريق تتقرب منهم مثلا يعني تعرفوا يعني اي علاقات جاية من مصدر غد مضمون احذروا فانا دلوقتي بحذركم من اي علاقات لها علاقة بحاجة مالية او لها علاقة بالسوشل ميديا او لها علاقة بشخص بيحاول يتودد اليك او يستغلك فيه شخص قريب منك انت بتحبه الشخص تا هو مشاعره من احياتك مشاعر انتهازية هو انتهازي بيستفيد منك بياخد من وراك حاجات كتير جدا فحظر من ذلك الشخص ممكن يكون بيستغلك انت بتساعده مثلا بطريقة معينة وهو عايز المساعدة دي فممكن مثلا يكون بيدعي حبك او بيدعي قربك علشان كده فخلي بالك المظاهر بتكون خداعي يا برج الحوت بس دي اهم النصائح عايز اقول هيلك يا برج الحوت خلي بالك من اوسك خلي بالك من صحتك عندك شهر مليء بالمفاجآت السارة وحاجات حلوة جدا عندك صفر عندك تغيير مكان عندك يعني فانت سمتع بالفترة الجاية عندك استثمارات عندك زيادة في الدخل فجود لك يا برج الحوت قولولي الكلام ده بيتطفق معاك ولا لا قولولي يا برج الحوت فعلا فترة اللي فاتت كانت فترة صعبة جدا عليك ومادين ولا لا قولولي بتتبعوني على من فين وانت برج اولولي هل فعلا اول اسبوعين في شهر شهر مارس كان عندك وشعور بالوحدة وانت محتاج للحب والاحتواء ولا لا thank you bye bye bye